لماذا لا تتم التعديلات الدستورية قبل قانون الانتخابات بالحقيقة اللجانة التي شكرت لإجراء الانتخابات كانت أول لجنة شكرت 2006 برئاسة الدكتور همام حمودي لحقتها بعض اللجان أيضا رئيس الجمهورية الأخبرها مصالح شكل لجنة دكتور اياد علاوي قبل فترة أيضا شكل لجنة لإجراء بعض التعديلات الدستورية هذه كلها ما بيها مسار دستوري ليش لأنه احنا عدنا بالدستور مادتين للتعديلات الدستورية وهي الكارثة المادة 126 الأصلية ومادة 142 اللي اعتبرها طارئة على الدستور المادة 142 تلزم مجلس النواب بأن يكون تعديل الدستور من قبل أعضاء مجلس النواب هذا واحد إذا رفضت أغلبية الثلاثين في ثلاث محافظات يلغى التعديل ثلاثة أي مساس بحقوق الأقانيم لا يجوز هذا هذه المادة عززت بقرار من المحكمة الاتحادية العليا السابقة أي عندما سألوها أي المادتين نطبق 126 والمية واثنين واربعين قالت لهم أولا طبقوا المادة 142 ثم لاحقا طبقوا المادة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أو خمس عدد أعضاء مجلس النواب يطلبون إجراء التعديلات الدستورية طيب مو بالضرورة أن الذين يعدلون الدستور هم أعضاء من مجلس النواب ولا يوجد فيها إذا رفضت أغلبية الثلاثين في ثلاث محافظات أيضا يرفض ما يوجد بهذه المادة ليش لأن هذه المادة أصلية والمادة 142 مضافة ولهذا هذا التأخير كل من 2006 إلى الآن سبب وجود المادة 142 في الدستور فإذن يجب أن نذهب إلى المادة 126 ونشكل لجنة من الخبراء وخلي يكون تحت إشراف المجلس النواب ما في مشكلة ولكن خلي تجي الكفاءات خلي تجي الخبرات خلي تجي أساتذة القانون الدستوري أنت ما يجلسون يستطيعون أن يعدلون النقاط اللي إحنا عشناها يعني ما يراج جهد كبير عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر